بعد اغلاق دام اكثر من 30 عاما يستطيع العراق الان سفر عبر سيارته الى السعودية بعد افتتاح منفذ عرعار والذي سيكون بوابة رئيسية لمرور العراقيين لدول الخليج عبر محافظة الانبار افتتاح المنفذ اهميته دفع الى مطالبات من قبل مواطنين في الانبار الى تأهيل هذا الطريق الذي تعرض الى اعمال ارهابية والتخريبية خلال السنوات الماضية الطريق البرى طريق ضروري جدا يعتبر طريق الحرير الى محافظة الانبار وبقية المحافظات لكودا انه ابسط ماكو التجارة او الانتقال بين الدول او هنقول حتى نحش على التجارة مون نحش التجارة يعني اليوم هو هذا طريق تجاري حيوي مهم جدا ضروري انه ينجز باسرع وقت طرق البرية طريق اللي يرابط بين العراق نقول بالانبار والسعودية هذا الطرق صار لكثر من 30 سنة مغلق شون السبب ما تعرف ممكن اذا نفتح هذا الطريق راح يمتعش الحركة الاقتصادية بالعراق وعلى وجه الخصوص بالانبار لان هذا الطريق ربط بين الانبار والسعودية فنتمنى من الحكومة المركزية ان يكونوا جادين شوية بخصوص هذا الطريق ويفتحون هذا الطريق خاطر ترجع الحركة الاقتصادية بالعراق والانبار وبالاضافة كذلك انه احنا نطالب من الحكومة المركزية نطالب كذلك من الحكومة المحلية انه يعيدون تأهيل هذا الطريق كون الطريق مهم جدا وتقول الحكومة المحلية في الأنبار أن افتتاح منفذ عرعر أمام المسافرين خطوة مهمة لدعم الاقتصاد العراقي بشكل عام ومحافظة الأنبار بشكل خاص كما سيحقق طفرة بالعلاقات بين الجانبين فضلا عن إسهامه بتسهيل حركة نقل البضائع بين البلدين بعد افتتاح منفذ جديدة عرعر أمام المسافرين خصوصا في سياراتهم الشخصية بداية بالمعتمرين يعلم الجميع أن المملكة العربية السعودية هي قوة اقتصادية كبيرة جدا سواء في الصادرات أو الواردات فبالتالي من الممكن أن يستفيد العراق من هذه العلاقة الطيبة مع المملكة هناك تقارب كبير جدا من الحكومة السعودية تجاه الحكومة العراقية نأمل أن ينعكس إيجابيا على الواقع الاقتصادي للمحافظة وللعراق بصرع عام افتتاح منفذ جديدة عرعر الحدود مع السعودية سيساهم بدعم القطاع الاقتصادي في الأنبار وفقا لمسؤولين لا سيام المناطق والمدن الحدودية العراقية فضلا عن أمن واستقرار المناطق الصحراوية التي ظلت تشكل قلقا للبلاد على مدى سنوات من الأنبار أحمد الحمداني قناة التغيير